شاء الخير على حضراتكم وعلى حضراتكم في لايف جديد من صالة تحرير في الإجراءات مصر من تمام مع حضراتكم أصداء الفيديو المصرب من داخل حزب الوضع لكن المرة دي خلينا نتكلم على أنه بيت الأمة وتحديداً المكتب الخاص بالهيئة العليا لحزب الوضع وخلفيتهم الزعيم الراحل سعد زغلول سعد زغلول كان يشاهد عملية نقاش في هذه الأزمة وفي هذا الحزب عن كيف نبيع أثار مطر سعد زغلول اللي حارب من أجل مصر وكان لي أصداء مهمة جداً في الشأن السياسي الداخلي كان في هذا الفيديو يشاهد هؤلاء الأعضاء من الهيئة العليا في حزب الوضع وهم يبيعوا في أثار مصر زي ما قلت لحضراتكم كان هناك فيديو تم تسريبه خلال الساعات الماضية بيتحدث وبتكلم عن عدد من أعضاء الهيئة العليا لحزب الوضع ومنهم السكرتير القاص لمساعد رئيس حزب الوضع أثناء حدثهم عن كيفية بيع وشراء أثار مصرية لو حضراتكم تابعتم في الفيديو المنشور على صفحة تليجراف مصر هتلاقوهم وهم بيتفقوا فين الأثار هنبيعها منين موجودة في أي مكان طب هو طالب كام وهل يا ترى؟ يا هل ترى أصبح حزب الوفد والمكان الآمن لبيع أثار مصر؟ هل بعد كل ما فعله سعد زغلول الآن هو يرى كل هذه الأزمات من تراخي وأداء مخيب للأمال على حسب وصف زياد خياط اللي تم حديث أو الاتصال بيه اعتفيا من قبل زملائنا من تليجراف مصر للتوصل لماذا سيفعل الحزب في هذا الأمر وفي هذا الفيديو المصرب اللي أثار جدل كبير في الحقيقة تليجراف مصر توصلت مع زياد خياط يعني العضو أو سيكرتير هيئة حزب الوفد اللي قال في تصريحات رسمية أنه سيتقدم ببلاغ رسمي للنائب العام لاتخاذ القرارات الإجرائية القانونية فورا تجاه كل من ظهروا في هذا الفيديو الذين هتحدثوا عن كيف نبيع أثار مصر وكيف نتخلص من هذه الأثار عن طريق بيحها بدولارات تخش جيبهم بدلا ما تدخل الخزينة المصرية خلينا أقول لحضركم كمان أن زياد خياط في استيصال حتي في الاتجراف مصر كان بيأكد أنه هيجمع ثلاثين توقيع من الهيئة العليا ومن أعضاء حزب الوفد لبدء اجتماع طارق لإقالة رئيس حزب الوفد نحن في مستمرين مع حضراتكم فيه طبعا أصوات خارج المكان بتتحدث عن بعض الأزمات أو الحادثة اللي ممكن نتطمن زملائنا في قسم الحادث دلوقتي هيتابعوا لأنه كما حضراتكم عارفين في التليجراف مصر نحن بنتكلم دايما ومنتمع دايما كل الأخبار وكل الأحداث لكن يستوقفنا هذا الصوت الخاص بالسيارات ربما يكون فيه نقطة صادمة هنتطمن وهنتطمن حضركم نرجع لحادثة أو تسريب حادث أو تسريب الفيديو الخاص بحزب الوفد كما قلت لحضراتكم أنه سكرتير حزب الوفد ستقدم ببلاغ على حسب قوله في البيان الرسمي اللي قدمه لليجراف نصر أنه ستقدم ببلاغ رسمي ضد الذين ظهروا في هذا الفيديو المصرب اللي أثار جدل كبير جدا المشكلة دلوقتي هل هيكون فيه إجراء قانوني سريع وهل وزارة الداخلية بالفعل بدأت تتحقق من هذا الفيديو وتعرف تفاصيله ومن هم الموجودين فيه ومن هم المعنيين بالقام وهل أيضا المكان اللي تم الإشارة عليه في الفيديو لمكان الأثار هيتم القبضة على من يملكونه أو من معهم هذه الأثار الآن وأيضا كل هذه الشبكات اللي بتحاول تروج لبيع الأثار في مصر ولو رجعنا للماضي كنا طبعا شوفنا أحداث ورسائل كتيرة جدا بتتكلم على يرجع البلد بسرعة عشان عندنا حاجة حصلت وكان كلها رسائل نصب في نصب علشان تحص المصريين على بيع والتجارة في الأثار لكن قلت لحضراتكم أنه سكرتير حيئة حزب الوافد قال لتالجراف مصر أنه ستقدم في بلاغ وأنه هيجمع كمان أكتر من 30 عضو لبدء تحرك عاجل داخل الحزب والاجتماع عاجل وأيضا من أول أسباب الاجتماع أنه هيكون فيه محاسبة لكل اللذان ظهر فيه الفيديو وأيضا لإقالة رئيس حزب الوافد خصوصا في أنه هناك فتح تحقيق كامل لهذه الأحداث خصوصا بعد أن تسرب الفيديو بشكل سريع هنتهى مع حضراتكم كل ما يحدث داخل حزب الوافد وهنتهى معكم كمان أصداء هذا الفيديو والتحقيقات إذا كانت وإزارة الداخلية هتقوم بالقبض أو بالتحري أو اتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من ظهر في الفيديو وكل من قاته اسمه في هذا الفيديو والاجتماع في نص المتواصلين مع حضراتكم لسه عندنا أخبار كتير عندنا أحداث كتير نهاردة يوم مليء بالأحداث خاصة بعد بيان الحكومة المصرية أمان مجلس النواب وأنتهى معكم كل ما يحدث هنا من صالة تحرير تيليجرافنا شكرا حضراتكم